موسيقى متابعين أينما كنتم لكم من ألف بل مليون تحية في فوصحة جديدة في فضاء الميادين موعدكم الرياضية اليوم من الاثنين إلى الجمعة لتتبعوا أبرز الأحداث الرياضية المغربية والحدث كما قلنا هذه الأيام ما المشاركة المنتخب المغربي للمحليين في بطولة الشان في الميادين الكاميرونية حيث يضع الناخب المغربي الحسين عموتة آخر لمسات على التركيبة البشرية التي سيراهن عليها يوم غد في لقائه الثاني أمام رواندا غير بعيداً الكاميرون في مصر المنتخب المغربي لكورة اليد مني بهزيمة قاسية بفارق 14 هدفاً في أولى لقاءات الترتيب أمام النمسا الناخب الوطني نوردين البحدي ويعترف بأن فريقه قدم أسوأ لقائله في هذه البطولة العالمية اليوم نرفع القبعة احتراماً لأسد مغوار يدافع عن عرينه بكل شجاعة واستبسال أسد الأندلس أسد إشبيليا إنه حارس المنتخب المغربي ياسين بونو الذي يساهم إلى جانب مواطنه يوسف انصيري في كتبة أسطر تألق الفريق الأندلسي بلغة الأرقام والإحصائيات بونو يتربع على كرسية صدارة كأفضل حراس أوروبا على مستوى الصد الكرات وكسر الالتحامات متقدماً على حراس من طينة ياني أوبلاك وكايلر نافس بونو بلغ مرحلة النوج ليصبح من نجوم الليغا ويقتفي آثر حارس آخر ترك بصامة لن يمحيها الظهر اسمه بدو أزكي بونو أزكي وجهاني لعملة واحدة الحدث إذن بالكاميرون هذه الأيام عبو طولة الشان حيث واجه المنتخب المغربي غداً نظره أروندي في التاني لقاء الله بعد فوز صعب في المباراة الأولى أمام الطوغو للحديث عن ذلك مصرور باستقبال ضيف عزيز مدرب سابق للمنتخب المحليين المدرب حسن بن عبيشة سيحسن صباح الخير وصباح النور صباح النور الأخ فؤاد وصباح النور بالمشاهدين والمستمعين الكرام ومسرور أيضاً بأن أستقبل الزميل الصحفي عبدالإله المتقي الذي يعود إلى ميادين بعد غياب لبعض الأسابيع سي عبدالله مرحبا بك مجدداً صباح النور شكراً أخ فؤاد وتحية خارطة وحارة لأخ حسن بن عبيشة الإطار الوطني المعرفة ومعني أيضاً صديقي يوسف الشاطر يوسف أيضاً يعود إلينا في ميادين سيوسف صباح النور صباح الخير فؤاد صباح الخير لكل المشاهدين الكرام أيضاً للضيوف الكرام الضيوف الكرام بداية يوسف بصديقنا حسن بن عبيشة كما ذكرت مدرب سابق للمتخب المغربي الأولمبي أو المتخب المغربي اللاعبين المحليين وأيضاً المتخب الأول سي حسن بن عبيشة المتخب المغربي يأخذ غداً يعني هذا اللقاء الثاني وهو مدعو لتحقيق الفوز يعني حسين أموتا أجرى اللقاءات أو تحيص التدريبية الأخيرة بعيداً عن أعين الكاميرات وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام الكتمان على ربما التركيبة التي سيراهن عليها في لقاء الغد أكيد فكن ضن حسين أموتا مدريب لك عرفش كيدير أنه كل مدريب وطريقة دياله فأكيد بأنه أولاً سبع الخير سي عبد الله أو سبع الخير سي يوسف يوسف كنظن بأن سعب دياله متقيغة يكون عنده يمكن أنا بسرعي لأنه أي مدريب كي بغي يشتغل لأن هذه بطولة أولاً بطولة تقريباً باستثناء كنظن اللاعبين اللي كيلعبوا في الانديا ديالهم وكيشاركوا في المسابقات الخارجية ما كنش شي منتخاب من غير المغرب ما كنش شي منتخاب اللي عنده لعبين دياله كيمشوا بعيد في المسابقات الخارجية مع الانديا ديالهم منتخابات مغمورة منتخابات اللي ما كيعرفه متواحد هذا هو الليبي بانع في المقابلة الأولى لأنه المنتخب المغطني ما كيعرفش المنتخب ديال بطوغو هذا هو اللي صعب المأمورية وباش حسين عموتاف كما دار المقابلة الويدية أمام غينية هنا بعدم حضور المتطرجين وكذلك الصحفة فكنظن بأنه كيعرفش كي يدير وكنظن بأن المقابلة الثانية ممكنش تكون سهلة على المقابلة الأولى ولكنكنظن بأنه اللاعبين تنسوا مع المقابلة الأولى والمقابلة الثانية ستكون أحسن إن شاء الله ونتهى المنتخب الوطني في هذا المقابلة إن شاء الله إن شاء الله ذلك بدأت منا بطبع الحال لأسود الأطلس عبد الله متقي منتخب المغربي ظهر ربما بوجهة متوسط في اللقاء الأول أمام الطوغو يبدو بأن المنتخب المغربي لحد الآن بقي معترش على ذلك الإيقاع وحتى ربما بعض الغيابات من قبيل أدم نفاتي وأيدا عبد الإله حافري كانت ربما غيابات وازنة أنت ترى أننا بإمكاننا نشوف تغييرات في تشكيلة المنتخب يوم الغد أمام رواندا أنا في نظر الشخصي هو أن المنتخب الوطني وحقق الهدف ديه والأساسي من المضارة ديه الطوغو اللي هو الفوز وبالتالي فالطريقة فيها نقاش لكنك لا يعرف جميع أن في هذا النوع من المنفسات ومن المطلوب أنك تنتصر أولاً أو على الأقل أنك تجاوز المباراة الأولى لكي تدخل المنفسة بشكل تدريجي وبشكل اللي يخليك أنك تدبرها بشكل اللي يوضعه في التصور ديه أعتقد أن المباراة صحيح ما كانت في هذه الفرجة المطلوبة هذه الإيقاع هذه الإطارة التي يقلب عليها المشاهد ولكن كأعتقد شخصياً أن المهم هو النتيجة المهم هو مجموعة من النقاط الإيجابية لكي تدف المباراة خصوصاً على مستوى احتكار الكرة على مستوى الضغط على المنافس على مستوى أنه لا تخليش المنافس تشكع لك خطرة والدليل أن الحارز المتخب وطني فهو كان فرحاً طيلة المباراة وبالتالي فأنا بجموعة من الأحصائيات ويكتصب أنها تجاه مصلحة المنطلخة الموطنية وبغض النظر على ما يمكن أن يتقع على إقعاء أو على الإطارة أو بدموع من الأشيار التي يقلب عليها المشاهد بشكل عام في أي مباراة خلال قدم وبالتالي يمكن أن يلخص هذه المباراة في كلمة واحدة أن المنطلخة الموطنية حقاً الأهم الذي هو الفوض نعم تحقيق الأهم يوسف هو الأهم في مثل هذه المنافسات أنت لا تحتاج إلى تقديم كرة جميلة على طريقة برشلونة أو منشستر سيتي أو غير ذلك من الفرق التي تقدم كرة جميلة لكن أنت مدعو أن تحقيق الأهم نقاط الفوض الثلاث والتأهل إلى المرحلة الثانية ومن ثم التعامل مع كل مباراة بالأسلوب دياله وبطريقة دياله طبعاً فؤاد لأحد يختلف حول ذلك أن أهم في الموضوع هو تحقيق النقاط في بداية المشوار خاصة ونحن في بداية البطولة نقاط مهمة في المباراة الأولى أكيد أن الرتم ونسق سيرتفع مع توالي المباراة ونتذكر نسخة الماضية حين كان المنتخب المغربي بدأ البطولة بفوز صغير على منتخب موريطانيا لكنه تحسن كثيراً مع توالي المباراة والجوالات أكيد أن الحسين عموتة لم يكن أمامه هامش تحضير كبير على المستوى المباراة الودية خض مبارتين فقط لكن مع توالي المباراة أكيد أنه سيجد التوليفة كما تحدث فؤاد في البداية التوليفة المناسبة وأيضاً يستعيد مجموعة من العناصر المهمة خاصة عبدالله الحفيدي على مستوى صناعة اللعب مهم جداً كما ذكرت عبدالله الحفيدي وعبدالله الحفيدي الذي يبدو بأنه جاهز يعني من نسبة لهذا اللقاء بعدما يشوف فيه من الإصابة كما يؤكد لنا ذلك وأكد ذلك أيضاً طبيب المنتخب المغربي عبدالرزاق الهيفتي الذي يصرح بأن المنتخب المغربي سيتمتع بتوفر كل اللاعبين بسيثنا بسيثنا ربما أدم النفتي لنتابع عبدالرزاق الهيفتي كيف لحطوا اللاعبين كلهم موجودين ستصبحوا وكلهم داروا التدريب ديرهم كما ينبغي كأن النفتي اللي إن شاء الله من يومين ثلاثة يام سيكون جاهز لتست كلينيك ديال وكلهم نورمو ما عنده حتى شيء ألم الحافظي كذلك كيف تعرفوا الحافظي كانت عنده واحد الإصابة على مستوى الفقد وكان عندي تواصل مع الطبيب الدكتور العرسي واللي تبعنا اللي كانوا قالونا السطاف ديال الرجاء والحمد لله ذاك شي هو اللي درناه في سنتر معمورة وكيف كتشوفوا دابل إن شاء الله يمكن له يشارك يشارك واحد المدقس رابط كم اللاعب اللي كي يجي من واحد الإصابة دي ثلاثة أربعة للأسابيع خصو من اللي يرجع للتيران خصو يرجع تدريجيين إذن بلزاق الهيفتي يطمئن الحالة الصحية للعبين نعود إليك ساعة بين عبيشة اليوم يوم الغد يعني كيفاش نقدره نشوفه منتخب مغربي لأنه سوف يواجه دعنا نقول منتخب رواندي لأفضل يعني من منتخب الطوغو شفنا اللقاء دياله أمام أوغندا يعني منتخب يعتمد على اللياقة البدنية على الاندفاع الجسماني ترى أنت العناصر المغربية جاهزة لهذا دعنا نقول مبارزة على المساوى خط وسط الميدان بالطبع كنظر بأنه العائق لكي اندبق المنتخب الوطني وعدم جائزية بعض اللاعبين كما صرحته قبيلا ومثلا الحافظي وأدم النفاتي وكذلك النمساوي اللي كنا نشوفوه في الجهة اليمنى أحسن وبعدي في الجهة اليسرى يكون أحسن لأنه منك تلقى منك تلقى النقص هذا في الجهة اليمنى وجهة اليسرى ما كيكونوش محاولات وما كيكونوش العرضيات من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى لأنه اللاعب كالكعبي كنظن بأنه لما كانوا اجتمرينات من لي من ولا من اليسر فما كنشوفوش في ذاك المستوى كونتون كيبقى قيدير غير لي رميز داريال فكنظن بأنه لكانوا جميع اللاعبين مثلا في المقابلة التالتة والمقابلة إن شاء الله بعد تأهيل فهنا غديبه كالمنتخب الوطني وكذلك المستوى المقابلة الأولى لأنه المنتخب الطاقولي ما كيعرفوا تشي واحد لأنه منتخب لأنديا ديالهم ما كتشارك يمكن غير كيشاركو كي تقصو في الإقصائيات الإفريقية ديال الانديا هنا كيبقى لكتصعب على مدريب باش يلعب مع فريق ما كيعرفوش فكنظن المقابلة التانية غدي تكون أحسن وكما قال سيوسف وقال سي عبد الله وأنه اللي تقدر تكون نهائية فكنظن بالنسبة اليوم رغم المنتخب الرواندي يمكن هو المنتخب اللي مزيان في هذه الجروب فكنظن سنتصر إن شاء الله المنتخب الوطني لأنه اللاعبين في مركزين بشكل كبير لأنه لعبين يمكن يديروا الفرق في أي لحظة طيب التركيز إلى المتقر وبالتركيز هو الحاجة اللي يمكن يشتغل عليها الحسين عموتة في الأيام الأخيرة ويعني نهار اليوم قبل مواجهة لأنه شفنا المنتخب المغربي يخلق فرص سجيل شفناها في لقاءة الويدية أمام غينيا يخلق فرص سجيل أمام الطوغو لكن للأسف تنقصه تلك اللمسة الأخيرة لترجمة الفرص إلى أهتف إذن نظري أهم أهم شيء في البداية في النوع من المنفسات هي الناتجة قد قلنا اليوم ما كان شي عذر أمام المنتخب الوطني بخصوص مباراة رواندا لماذا؟ لأن المنافس فهو ماشي من ذلك العيار الكبير تاني شيء هو أن المنافس ذا باليوم كنا عرفوه من بعد ظهور دياله الأول في نظري مجموعة من النقاط ممكن أنها تعطينا أرضية لتحليل أو لتوقع المجرأ للشكل العام للمباراة وهي أنها الكفاءة ديال الكفاءة ديال اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني واللي يمكن ناتج على المشاركات المكتفة ديالهم والأندية ديالهم على السعيد المسابقتين القارياتين لكاسكاب لأصباد الأبطال في الوقت اللي كان نجد أن المنتخب رواندا أن منتخب رواندا شيء غائب وبالتالي أنه فوارع كثيرة بين كرة القدم الوطنية أو كرة القدم الرواندية كان أعتقد أنه حتى الكفاءة ديال طاقم تقني من طبيب حتى المدرب الأول فكلها آناصر كانت أصول أن هذا المنتخب داهب بالأجل الفوز باللقاب أو على الأقل المنافسة على اللقاب وبالتالي أنه نعم أسف واد تفضل فضل أسف وبالتالي أعتقد أنه ممكن نظري الشخصي أننا نبدأ نوضع مقارنات أو نبدأ من الآن أن نقلب على أعضار أو على مبررات وبالتالي أعتقد أنه تكلفة كبيرة للمنتخب الوطني حجم الكافئات التي يضم هذا المنتخب الوطني سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى الطاقة التقنية فكل أنه تفرض أن ندخل أي مباراة بتوب البطل بداية من الدور الأول حتى الأدوار المقبلة بالفعل كما ذكرت يعني عبد الامتقي وكان حتى أيضا زميل جمال ستيفي كنا نعسى بروه في حد حساس هذا الأسبوع كنا نقوله أن لو المنتخب المغربي ما يعدش باللقب ستكون كاريتا بالنظر لكل هذه الإمكانيات المادية اللوجيستيكية يعني المتوفرة للإطار الفيرني ولهذا المنتخب يبقى تسأل يوسف حول تجربات وخبرات الحسين عموتا في مثل هذه المنافسة هنا أول مرة كي يأخذ المنتخب الأول بمفرده كانت هناك تجربة ربعية في 2012 على إلما تخني الداكرة وأول مرة كي يخوض أيضا بطولة بهذا الشكل وش نقدر نقوله هذا النقص تجربة يقدر يكون عامل سيلبي بالنسبة لحسين عموتا طبعا فؤاد أكيد كما تفضلت هو حسين عموتا يكتشف نسق البطولات المجمعة من خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا لللاعبين المحليين حسين عموتا بطل إفريقيا رفقة الفتحة الرباطي في كأس الكون فيدرالية رفقة الويداد في دور الأبطال لكن هي المرة الأولى التي يشارك فيها الحسين عموتا في بطولة مجمعة يبدو بدوره يكتشف نوعية اللاعب يكتشف البطولة يكتشف كيفية تدبير المباريات ليس هناك المباريات خروج المغلوب كما يكون الحال مع المسابقات الأندية وأيضا فؤاد تدبير معسكر طويل الأمد يعني مدة طويلة واللاعبون مجتمعون مع المنتخب المغربي ومعسكر يوسف ب33 لاعبا يعني بعض الأحيان مدربين يوجدون مشاكل مع منتخب يتشكلم من 23 أو 22 لاعب فما بالك بمنتخب الآلك ضم 33 لاعب نغلق من فكرة القدم نفتح من فكرة اليد والمنتخب المغربي الذي مني بهذه مقاسية أمس في مصر أمام منتخب النمسا في إطار بونافسة بطولة العالم بفريق 14 هدفا لنتابع نردين ببوحديوي الناخب المغربي الذي يعتبر بأن المنتخب المغربي بربما قدم أسوأ مباراة له فهد البطولة أمام المنتخب النمساوي بالأمس لنتابع المباراة التي جمعتنا اليوم من نمسا المباراة فيها أصلا شوطين ورجعنا نائما لعدم الانضباط من اللاعبين والسيمة ديالها ضياع كتير كور مع أظن أن المباراة أول شيء التركيز ما كان تركيز مية في المية لأن اليوم لكل لاحظ أن ما هو الدفاع الذي دفعنا به المباريات كذلك في الهجوم والاستهتار من اللاعبين لأن كتير كور ضيعناها كتير كتير أظن أن في بداية الشوط الأول كنا نحن الذي يمكننا أن نأخذ المباراة والمبادرة خلصنا الشوط الأول بفرق ثلاثة قلنا أوكي ما بين الشوطين عطينا نصائح لازم تركيز لازم الصبر في الهجوم ولازم ندافع بكتير حماس ونغلق المساحات في وسط الدفاع من هنا الشوط الثاني كتير أخطاء العكس الكلام اللي تكلمنا عليه فكان دفاع كتير مفتوح كانوا مساحات في الوسط الشيء اللي سهل للخصم أنه ياخد كتير كور علينا وصار الفارق أكبر إذن هزيمة للمنتخب المغربي لكرة اليد حصة قاسية عبد الله متقينة أكيد تتبع لقاءات المنتخب المغربي في هذه البطولة ما هو تقييمك أنت يعني كمتتبع لهذا المرضود للمنتخب المغربي لكرة اليد كبقي الرياضات الجماعية باستثناء كرة القدم تعيش حالة مرضية مزمنة منذ سنوات إذن هزائم للمنتخب الوطني المغربي وليس هذه مواحدة فهي تعتبر شخصيا تحصيل حاصل للمستوى العام لكرة اليد المغربي أو للواقع المرير لك تعيشه كرة اليد المغربية وبالتالي أنه النقاش لمستوى المنتخب الوطني في كرة اليد فهو يشبه مثلا وضع الحصان قبل العربة وبالتالي كنت أعتقد أنه حال الوقت لفتح ملف تقيل اللي هو الرياضات الأخرى غير قوات القدم اللي كانت عليها مشاكل كبيرة وأكيد أن هذه المشاكل المزال تتفاق بكتر بعدما تم تفكيك جميع الأندية اللي كانت متعددة الرياضات وقتصار فقط على قوات القدم وبالتالي أن المشهد الرياضي المغربي اللي تم تكوير وإن صح التعبير أو تم الحصر دينا بقوات القدم فهو غير يعطينا هذا النوع من اللخبط أو النوع من التخبط على مستوى باقي الرياضات فالوقت الاهتمام كله كان يصب على قوات القدم ووضع كما أخ فؤاد هو وضع مردي في الصدع أنه وضع مائدة للنقاش من أجل الوصول إلى تقييم حقيقي إلى الرياضة المغربية فعلا عدنا رياضة مغربية وعد فقط كرة القدم أو عد فقط نعم بالفعل هذا وربما المطلوب أننا نقوم بتشخيص هذه الحالة المرادية ولما لا مناظرة حول إعادة الروح للرياضات الجماعية وسنعود في الحصص الميادين لهذا الموضوع الموثى الكلينيكي للرياضات الجماعية آخر محطات اليوم أصدقائي وهي القراءة اليومية للصحف الصادرة نهار اليوم ومعك يوسف الشطير نقوم بأتي الجولة ومستهل جولة الصحافة فؤاد من جريدة المنتخب المتخصصة التي توقفت مع مشاركة المنتخب المحلي في الشان تحت عنوان دخول الناجح في انتظار النهج الرابح وعادت الجريدة إلى مباراة طوغو الافتتاحية والتي آلت لرفاق أيحية جبران بهدف دون مع الأجواء التي تلعب فيها المباريات فعنونة الحرارة تذبح الإقاع والرطوبة تضرب الإبداع ومن جريدة المنتخب نتحول إلى يومية الأحداث المغربية ودائما الحديث عن الشان الأحداث تضع قرائها في صورة جديد البعثة المغربية قبل مواجهة الجولة الثانية أمام رواندا الجمعة وتكتب هيفتي يرخص للحافظ بالمشاركة ضد رواندا من جهة أخرى أكدت الأحداث غياب أدم النفات عن مباراة رواندا اللاعب ما زال يعاني من تبعات إصابته في مباراة غينيا الودية قبل بداية الشان فؤاد شكرا لك يوسف الشاطر اسم على مسمى بنيسبا يوسف الشاطر هو بالفعل شاطر شكرا لكم أصدقائي شكرا لك سحاسة بن عبيشة على توصلك وعلى تلبيتك لدعوتنا كل ما دقينا في بابك للمشاركة في ميادين شكرا لأخوات شكرا لك السعب الله وشكرا لك يوسف ومرحبا في أي وقت لأخوات شكرا لك شكرا لك شكرا لك هذا صديقي عبد الإله متقي وأكيد معك سنفتح صفحة الرياضات الجماعية المستقبلا شكرا لأخوات وتحية خاصة بيسب الشاطر وحسن بني بيشة اللي كانت بيوم من فرصة أننا نسمعه صوت دياله ومتاق عيوبي وتمنى للتوفيق في المسار دياله بأتي بارو إطار وطني ترك البطمة دياله ومازال إن شاء الله محتاجين على أي إلى فوق ما كان معناسي حسن عيط لك يعني تكونوا تنائي ميادين برفقة شكرا لكم 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 مشاهدين مستمعين اللقاء بكم يتجدد اشتركوا في القناة